اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة ثقافة تيك اللي بتقدمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الاعلى للثقافة طبعا السلسلة زي ما كنا بنقول دايما هي بتحاول ان هي تبسط او توضح بعض المفاهيم المرتبطة بالتحول الرقمي والثقافة الرقمية وربطها قدر الامكان بالواقع المعاش وربطها ايضا بمجالات الثقافية الاخرى المختلفة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا خاص بشبكات التواصل الاجتماعي مش هنتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي بصورة عامة ولكن تحديدا هنتكلم عن امر من الامور الخاصة بهذه الشبكات وهو يدعى خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي معنى الخوارزميات ببساطة هي البرمجيات او برامج بتعمل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث ان احنا بهذه الخوارزميات او هذه البرمجيات اللي بتشتغل بهذه الطريقة عندها قدرة على التعلم مع الوقت يعني البرنامج لما نبتدي نشغاله النهاردة هيبقى الاداء بتاعه مش زي اداءه بعد اسبوع من العمل او بعد شهر او بعد شهرين بيتعلم اكتر بيبقى اكتر ذكاء بيعتمد اكتر على قاعدة البيانات الموجودة وعلى التاريخ القديم المخزن من البيانات السابقة بحيث ان هو يقدر ياخد قرار في المستقبل طيب احنا خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي دي الاول قبل ما نتكلم عن هي بتشتغل ازاي خلينا نتكلم عن بعض المظاهر اللي ربما بيحس بيها اللي بيشتغل على شبكات التواصل الاجتماعي بصورة مكثفة وليكن على سبيل المثال موقع او تطبيق الفيسبوك في الفيسبوك بمتال بساطة انا بخش بعمل لنفسي صفحة بأضيف الاصدقاء عندي في الصفحة بتاعتي بأضيف صفحات خاصة بموضوعات اخرى مختلفة ثقافية فنية سياسية اجتماعية صفحات حكومية خاصة بالجهات الحكومية صفحات خاصة بالشبكات الاخبارية او وكالات الانباء المختلفة وببقى طول الوقت انا بخش بتصفح واشوف ايه اللي مكتوب في هذه الصفحات انا بعتقد دي اول بقى نقطة انا بعتقد ان انا بشوف اللي انا كنت مقرر اشوفه لكن حقيقة الامر ان خوارزميات الذكاء الاصناعي هنا تبتلي تشتغل اول شغلنا لها اول شغلنا لها خلينا نقول بمتال بساطة لو انا عندي 100 صديق على الشبكات التواصل الاجتماعي والمئة صديق دول كل صديق منهم حط منشور على شبكات التواصل الاجتماعي يبقى نظريا انا من حقي ان انا اشوف المئة منشور اللي نزلهم مئة صديق عني لكن عقيقة الامر شبكات التواصل الاجتماعي ما بتعملش كده شبكات التواصل الاجتماعي من خوال الخوارزميات اللي بتبقى موجودة ممكن تبين لي عدد قليل جدا عدد محدود جدا من المنشورات اللي تم نشرها من خلال الاصدقاء يعني لو عندي 100 صديق ممكن الاقي منشورات جاية لي من 10 اصدقاء فقط وانا هتفاعل مع العشر اصدقاء دول سواء باعلامة اعجاب او بتعليق فالخوارزميات تفهم ان انا بحب الناس دي اكتر او ان انا مرتبط بالناس دي اكتر او ان انا علاقتي بالناس دي اكبر اكتر من علاقتي ببقية الاشخاص اللي على قائمة الاصدقاء عندي فبالتبعية وبالتالي هيبتدي اكتر الفيسبوك بيظهر لي اكتر منشورات من هؤلاء الاصدقاء وعلى حساب انه يظهر منشورات لاصدقاء اخرين بمنتهى البساطة احيانا حركت قابل حد من اصدقائك يقولك انت ما شفتش المنشور اللي انا كنت عامله مبارح او انا عملت مبارح منشور كويس جدا وانا ازعلان ان انت ما علقتليش عليه حقيقة الامر انت ما شفتوش لان هو مش من الاصدقاء اللي الفيسبوك قرر ان هو يظهر لك المنشورات اللي هو بيحطها نفس الامر بيحصل معك انت شخصيا لما حد من حضراتكم بيحط منشور على شبكات تواصل اجتماعي هو عنده 100 صديق هو بيعتقد ان المنشور هيوصل ل100 صديق لكن حقيقة الامر برضو ان الخوارزميات بتاعة شبكات التواصل الاجتماعي بتقرر ان هي تبعت هذه المنشورات لعدد محدود من هؤلاء الاصدقاء ربما تكون شافت مين اكتر ناس انت بتتفاعل معهم على الخاص بتبعت لهم رسائل على المسنجر اللي هو احد تطبيقات شركة الميتا اللي هي صاحبة تطبيق الفيسبوك او مين اكتر ناس انت بتتواصل معهم على الواتس ايب اللي هو برضو احد التطبيقات الخاصة بشركة ميتا يعرف ان انت اكثر حميمية مع هؤلاء الاصدقاء فيظهر لك ليهم منشوراتهم ويظهر منشوراتك اللي انت بتحطها ليهم اكتر ما يظهرها لبقية الميت صديق اللي موجودين عندك احيانا حاجات تانية لو انت قررت فجأة تقول انا هتوقف عن ان انا اتابع منشورات الاصدقاء ولا هكتب حاجات فتفتح الفيسبوك تلاقي الفيسبوك بيديلك اشعار ان احد اصدقائك المقربين نزل منشور طب كل الاصدقاء بينزلوا منشورات اشمعنا الفيسبوك اختار هذا الصديق علشان يبتدي يبلغك ان هو نزل منشور عنده كل ده احنا ما زلنا بنتكلم في المنشورات المتبادلة ما بيننا وما بين الاصدقاء نخش المستوى اخر او لمرحلة اخرى وهي الاستقطاب الاقتصادي يعني لما انا بكون بدور على موضوع او في موضوع شغلني الموضوع ده انا عدت عملت البحث في احد محركات البحث عن هذا الموضوع وبعدين اخش على الفيسبوك الاقي الفيسبوك بينزلي صفحات بتتكلم عن نفس هذا الموضوع اللي انا كنت بدور عليه او الفيسبوك يلاقيني بخش على صفحات بتاعة مسلا ساعات على سبيل المثال وان انا اعمال بتفرج على الساعات اللي موجودة عليهم مشتريتش ساعة ولا حاجة بس انا اعمال اتصفح هذه الصفحات فيبتدي الفيسبوك بالخوارزميات بتاعة الذكاء الاصناعي يظهر لي الساعات اكتر ويظهر لي مواقع تانية بتقدم ساعات وبعدين يبتدي الفيسبوك يقول ايه؟ في الغالب الناس اللي بتدور على ساعات بتبقى ناس او لو ساعات رياضية يبقى الشخص ده رياضي فنبتدي نظهر له حاجات تانية اللي هو الشخص اللي بيلبس ساعة رياضية بيعملها ممكن ان هن نظهر له اعلانات بتاعة جيم او الاعلانات بتاعة ملابس رياضية او لا ده ساعة كلاسيك فالراجل ده في الغالب هيبقى بيلبس هدوم فورمل فيعمل له اعلانات او يجيب له منشورات بتاعة اعلانات بتاعة ملابس فورمل انا داخل بدور على كتاب معين في الاقتصاد فسواء بعمل في محركات البحث او جوه الفيسبوك فلاقي الفيسبوك بيجيب لي الصفحات بتاعة مجموعة اخرى من الكتاب مجموعة اخرى من الكتب اللي بمرتبطة برضو بنفس الموضوع اللي انا بتكلم فيه لهو مثلا بنتكلم على الاقتصاد وبعدين الفيسبوك بيبقى عارف ان اغلب الناس اللي بتدور على الاقتصاد ربما يكونوا مهتمين برضو شوية بالسياسة فيبتدي يجيب لي الاخبار ويجيب لي مواقع تانية بتبيع كتب بتتكلم على السياسة او ربط السياسة بالاقتصاد او تأثير السياسة في الاقتصاد او العكس فيبتدي الخوارزميات بتتعلم مع الوقت بتعرف انا بشتغل في ايه بتعرف انا بفكر ازاي انا باهتم بايه بتبتدي تقرب لي الحاجات دي اكتر زي ما بيقول هنا للاغراض الاقتصادية في شيء اخر هنا الفيسبوك لما ببقى فتحه وانا قاعد في مكان عام الفيسبوك عارف الموقع اللي انا فيه لو انا قاعد مثلا في مكتبة عامة قاعد في شوبنج مول محل يعني متجر كبير للتسوق قاعدت جوه هذا المتجر للتسوق بس طولت اوي في المكان بتاع الملابس الرياضية او طولت اوي في المكان بتاع الاحذية فيبتدي يعرف ان لا ده كده معناه ان هو قاعد في المكان بتاع الاحذية بهو بيدور على الاحذية فاتبص تلاقي بيجيب لك اعلانات للأحذية اللي انت ممكن ربما تكون عايزها ربما تكون قريبة من المحل بتاعك والفيسبوك بيبعرف انت ساكن فين لان انت بمنتهى البساطة انت طول ما انت بتتحرك بس بتيجي في وقت اللي هو وقت النوم ووقت الليل بيعرف ان انت متحركتش من هذا الموقع فيب انت ساكن في المعادي ساكن في المهندسين ساكن في الزمالك ساكن في 6 اكتوبر لان هذا المكان يتكرر يوميا بقاءك فيه لمدة لا تقل عن 8 ساعات ففي الغالب قوت 8 ساعات الليلية ففي الغالب يبقى انت ساكن في هذا المكان هو تعلم تعلم عارف انت ساكن فين تعلم انت بتفكر في ايه تعلم انت بتدور على ايه عشان تشتري او تعلم ان انت مهتم بايه من موضوعات المختلفة زي ما بيحصل هذا الاستقطاب او التوجيه السياسي عفوا الاقتصادي يحصل في الصورة السياسية يشوفك بتفكر افكارك في انهي اتجاه بتدور على المواقع المرتبطة بانهي حزب من الاحزاب بتقرأ لمين من الكتاب السياسيين فيبتدي يظهر لك معلومات اكتر في نفس الاتجاه اللي انت بتفكر فيه وربما يظهر لك افكار قريبة من الافكار اللي انت بتفكر فيها او الافكار اللي انت بتتوقف عندها كثيرا وهو هيفترض هنا ان انت مؤمن بهذه الافكار فيظهرها لك اكتر فدوت يسبب لك قناعة داخلية ان انت افكارك صح فتفضل ماشي في نفس الطريق اللي انت ماشي فيه وما يظهر لكش بنفس درجة العدالة الافكار اللي في الاتجاه الاخر او بنفس درجة العدالة مش هيظهر لك المنتجات الاخرى لو بنكلم على وجهة نظر الاقتصادية او مش هيظهر لك بنفس درجة العدالة كل المنشورات اللي بيقوم بيها الاشخاص طبعا الخوارزميات بتعمل حاجات تانية كتير الخوارزميات بتقدر تتعرف على الكلمات اللي انت ربما تكون بتكتبها تكون مرتبطة به خطاب الكراهية او خطاب العنف وخلاف ولذلك تبص تلاقيه بيروح موقفهالك على طول مش حد بيعمل عنك ريبورت ويقول ان انت قلت كلام خارج لا هو الكلمات لوحدها هو بيقدر ان هو يبقى عرفها لو انت نزلت اغنية فهو بيبقى يقدر يعرف ويقول الاغنية دي بتاعة المطرب الفلاني ودي ليها حقوق الكاف كريا ويمنعك ان انت تنزلها كل هذه الامور تتم من خلال خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي زي ما بنقول لحضراتكم هي بتتعلم وبتزداد في الخبرة وفي الدقة وفي قدرتها على السيطرة والتوجيه عن السنوات السابقة واعتقد الاعوام القليلة القادمة ستشهد المزيد من سيطرة خوارزمية شبكات التواصل الاجتماعي بصورتها الحالية او شبكات التواصل الاجتماعي ثلاثية الابعاد التي سيطلق عليها الميتافرس سيطرتها على عقول وعلى سلوكيات البشر بصورة غير مسبوخة شكرا جزيلا